اشتركوا في القناة 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 استفتح الله تبارك وتعالى صوراً بحرف وسوراً بحرفين وسوراً بثلاثة وسوراً بأربعة وهذه الصورة مع الشورة استفتحها الله تعالى بخمسة أحرف من حروف الهجاء والله تعالى أعلم بأسرار كلامه قد رجح العلماء أن السر في وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور هو إبطال قول المشركين إن محمداً صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن أي جاء به من عند نفسه ثم ادعى أن الله أوخاه إليه فقال الله تعالى وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْطَرَى مِنْ دُنِ اللَّهِ لا يمكن أبداً أن يكون هذا القرآن من عند غير الله والدليل على ذلك أنه مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلامكم ومحمد واحد منكم لسانه لسانكم ولغاته لغتكم فلئن افترى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقي أو فأتوا بعشر صور مثلي مفترايات فأتوا بصورة مثله فأتوا بصورة من مثله فلم يحاولوا أن يأتوا لاعتقادهم الجازم بعجزهم أن يأتوا بشيء من مثله فقال الله لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل إلى يوم القيامة لأن الأمر كما قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لأن القرآن كلام الله لا يشبه قول البشر ولا يشبهه قول البشر لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل والله تعالى قد قال عن نفسه ليس كمثلي شيء فقال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وهذا ممتهى الإعجاز أن يخبرهم بعجزهم الدائم المستمر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبعد هذا الاستفتاح قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال العلماء تقدير الكلام هذا ذكر ربك عبده زكريا برحمته ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال العلماء هذا ذكر ربك عبده زكريا برحمته وزكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل من آل عقوب عليه السلام وحين يصفه الله تعالى بوصف العبودية ذكر رحمة ربك عبده زكريا الأمر في ذلك كما وصف الله نبينا محمدا صلى الله سلم به في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فهذا الوصف يدل على أن الأنبياء عباد لله تبارك وتعالى اجتباهم واصطفاهم وكرمهم ورفع شأنهم وأعلى درجاتهم فهم لا يكونون إلا عبيدا لله فلا يجوز الغلو فيهم ولا عبادتهم من دون الله لأنهم عباد لله ذكر رحمة ربك عبده زكريا والمراد برحمة الله تبارك وتعالى لعبده زكريا هي إجابة دعائه فيما دعا به ربه كما سنبينه إن شاء الله تعالى فقد لبث زكريا عليه السلام زمانا طويلا لا يولد له فلما اشتاق إلى الولد سأل الله فأعطاه ودعاه فأجابه فكانت إجابة الله تبارك وتعالى لزكريا وإعطاؤه ما سأل من الولد كان هذا رحمة من الله عز وجل بزكريا عليه السلام وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا إن إجابة دعاء الصالحين رحمة من الله بهم إن إجابة دعاء الصالحين رحمة من الله بهم وقد يستجيب الله تبارك وتعالى للكافر والعاصر ولكن تكون الإجابة استدراجا من الله عز وجل للكافرين والعصاح أما حين يجيب الله تبارك وتعالى دعاء عباد الصالحين فهذا منه رحمة بهم سبحانه وتعالى كما قال عز وجل عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراقمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك ولي يريثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضي وقد بيّن الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران زمان ومكان هذا النداء متى نادى زكريا ربه وأين ناداه قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم عن مريم عليه السلام في سورة آل عمران عن مريم عليه السلام فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا خسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابه الله تبارك وتعالى جعل كفالة مريم وقد وضعتها أمها في بيت المقدس وفاء بنذرها جعل الله كفالتها إلى زكريا فكان زكريا كفيلها فكان لا يدخل عليها غيره وكانت المفاجأة أنه كلما دخل عليها وجد عندها رزقا ولا أحد يدخل فمن يأتيها بهذا الرزق ومن أين يأتيها هذا الرزق فسألها يا مريم أن لك هذا ولا أحد يدخل عليك غيري قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فخطر ببال زكريا في هذا الوقت أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يرزق مريم من غير سبب ولا كسب فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يرزق زكريا الولد من غير السبب أيضا هناك في هذا الزمان والمكان هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمع الدعاء لكن هذه الآيات في صورة مريم عليه السلام تضمنت آداب الدعاء كيف تدعو ربك وعلى أي هيئة تدعوه وعلى أي حال تدعوه استمع يا المشاهد وتعلم من زكريا عليه السلام كيف تدعو ربك وكيف تسأله إذ نادى ربه نداء خفية نداء خفية في السر لم يسمعه أحد حتى بالغ بعض العلماء وقال إن زكريا عليه السلام أجرى هذه الكلمات على قلبه ولم يتحرك بها لسانه إذ نادى ربه نداءا خفيا في السر فالإصرار بالدعاء أولى من الجهر به حتى قال الحسن بين دعاء السر ودعاء الجه سبعون درجة بين دعاء السر ودعاء الجه سبعون درجة ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر بالإصرار والخفية في الدعاء قال أدعو ربكم تضرعا وخفية فكلما كان الدعاء في السر كان أقرب إلى الإخلاص وكلما كان أقرب إلى الإخلاص كان أقرب إلى القبول فنتعلم من هذا أن الصياح ورفع الصوت والجهر بالدعاء ليس من أدب الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر يوما مع أصحابه فرفعوا أصواتهم بالدعاء فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسك هونوا على أنفسك خففوا على أنفسك لماذا ترفعون أصواتكم بالدعاء إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى إنكم تدعون سميعا قريبا فالله تبارك وتعالى السر والجهر عنده سواء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علي بذات الصدور فلماذا ترفع صوتك بالدعاء إلى هذه الدرنة التي تصل إلى الصياح أدعوا ربكم تدرعا وخفيا وكلما تواريت واستطرت بالدعاء ولم يطلع عليك أحد من الخلق في وقت الدعاء كان هذا أفضل إذ نادى ربه نداء خفيا قال في ندائه ودعائه ربي قال ربي قال العلماء من أدب الدعاء أن ينادي الداعي الله تبارك وتعالى باسم الرب ربي لأن في هذا الاسم الاعتراف بالفضل والإنعام والإكرام والجود والإحسان حين تقول ربي فأنت تعترف لله بأنه الذي رباك هو الذي خلقك فسواك فعدلك وصورك فأحصن صورتك هو الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة قال ربي قال العلماء فيستحب للداعي أن ينادي الله عز وجل بلقب أو باسم الرب ربي ربي ويكرر هذا النداء كما كرره زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظ مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدونك وليا يريثني ويرث من آل عقوب واجعله ربي رضية فقال عطاء من نادى أو من قال يا رب ثلاثا نظر الله إليه من قال يا رب ثلاثا نظر الله إليه وقال جعفر الصادق من حزبه أمر من نزل به هم وغم أو وقع في ضائقة فقال يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب خمس مرات أذهب الله همه وفرج كربه وآمنه مما يخاف وأعطاه ما يرجو ثم قال اقرأوا إن شيتم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادر الإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاستدل جعفر الصادق رضي الله عنه على قوله بهذه الآيات أن عباد الله المؤمنين نادوا ربهم باسم الرب خمس مرات ربنا 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 فقالت على فاستجاب لهم ربهم فما من أحد يصيب هم أو حزن أو يقع في ضائقة فينادي يا رب يا رب خمس مرات إلا دخل في عنق قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم فمن أدب الدعاء النداء على الله عز وجل باسم الرب ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمال صالحة وقال يا أيها الذين من كل من طيبات ما رزقناك ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يدينا السماء يا رب يا رب يا رب فمن آداب الدعاء أن تنادي الله عز وجل باسم الرب وأن تدعوه بأسماء الحسنى المناسبة لحاجتك فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتختار من أسماء الحسنى الإسم الذي يناسب حادته الله تعالى قال عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم ثم قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وحكى الله تعالى عن عيسى بن ماريا مع السلام أنه قال وارزقنا وأنت خير الرازقين وقال عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين فتختار أثناء دعائك من أسماء إلى الحسن ما يناسب حادتك فتسأله به وفي الحديث عن النبي صلى الله وعلى أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به إذا سئل بآطة وإذا دعي به أجاب إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا من أدب الدعاء كما نأخذ من هذه الآية أن الداعي يظهر لله تعالى فقره وضعفه وذله وهوانه وشدة حاجته إليه سبحانه وتعالى قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا هذا يدل على أن من أدب الدعاء أن الداعي يظهر الله تعالى ضعفه وفقره وذله وهوانه وشدة حاجته إليه سبحانه وتعالى فزكريا يقول ربي إني وهن العظم مني والعظم هو بالنسبة البدن كالأعمدة بالنسبة البنيان وإذا ضعفت الأعمدة ضعف البنيان كذلك العظم هذا هو الذي يحمل هذه الجثة فإذا الحامل صار ضعيفا فالمحمول أكيد صار ضعيفا نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا وأستاذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله فابقوا معنا مرحبا بكم مشاهديين الكرام بعد هذا الفاصل القصير في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل ونحن نتدارس سويا آداب الدعاء كما حكاها الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام في مطلع صورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية فمن أدب الدعاء أن يكون في السر بعيدا عن الناس وقال ربي وهذا من أدب الدعاء أن ينادي الداعي ربه بلقب الربوبية ربي ومن أدب الدعاء أن يظهر الداعي لله وهو أعلم سبحانه وتعالى أن يظهر الداعي ليه فقرة وضعفه وحاجته إلي عز وجل قال زكريا ربي إني وهن العظم مني والعظم للبدن كالأعمدة للبنيان فإذا ضعفت الأعمدة ضعف البنيان فزكريا قل ربي إني وهن العظم هذا العظم الذي يحملني ويقلني ضعف فقد ضعف بدني وتلك سنتك في خلقك الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فزكريا يدع ربه ويسأله ويظهر ليه فقرة وضعفه ربي إني وهن العظم مني هذا الضعف الباطني هذا الضعف الباطني الخفي وقد دلت الآثار الظاهرة على هذا الضعف قال واشتعل الرأس شيبة وبيض الشعر دليل على الكبر ودليل على الضعف الذي وصل إليه إنسان قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية يقول زكريا عليه السلام يا رب لقد عوتني الجودة والكرم فما سألتك إلا وأعطيتني ولا دعوتك إلا وأجبتني وأنا على يقين أنك لن تحرمني الإجابة في هذه المرة وإن كانت الأسباب مفقودة مني وإن كانت الأسباب مفقودة مني فأنا أسألك من فضلك وجودك وكرمك وإحسانك الذي عوتني عليه لقد عوتني يا رب كلما سألتك أعطيتني وكلما دعوتك أجبتني كنت تجيبني وأنا في شبابي وصحتي وقوتي وعافيت فما أظن يا رب أن تحرمني الإجابة وقد ظهر الضعف علي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا وقال العلماء إن زكريا عليه السلام يقول لله تبارك وتعالى يا رب أكرمتني في شبابي فلن تضيعني في شيخوختي وشيبتي ولم أكن بدعائك رب شقيا قالوا وهذا من باب التوسل إلى إحسان الله بإحسان الله هذا من باب التوسل إلى إحسان الله بإحسان الله يقول الزكاية يا رب عوتني الكرم والجو ما سألتك إلا أعطيتني ولا دعوتك إلا أجبتني فما أظنك يا رب تردني هذه المرة خائبا وتحرمني قالوا وهذا كما روية أن فقيرا دخل على أحد الأغنياء فقال له الغني من أنت فقال الفقير للغني أنا الذي أحسنت إلي العام الماضي أنا الذي أحسنت إلي العام الماضي فما قال أنا فلان ونما ذكره بفضله عليه ويحسن قال أنا الذي جئتك العام الماضي وأكرمتني وأحسنت إلي وأكرمت مثوي ونزلي فتوسل إلى إحسانه بإحسانه فهكذا يفعل زكريا عليه السلام يتوسل إلى إحسان الله بإحسان الله يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا ثم يقول عليه السلام وإني خفت الموالي من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي الموالي هم عصبة الإنسان أقاربه الذين يرثونه حين لا يكون له أصل ولا فرع وارث قال الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون فموالي الإنسان هم أقاربه الذين يرثونه حين لا يكون له أصل ولا فرع وارث حين لا يكون له والد ولا ولد فزكريا يقول وإني خفت الموالي من ورائي هل كان زكريا عليه السلام ذا مال كثير وخاف إن مات وليس له ولد أن يرث أقاربه وبن عم مثلا لا لم يكن هذا مقصد زكريا ولا خطر بانه فالأنبياء كما قال نبينا صلى الله سلم لا نورث لا نورث يعني معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صلق فزكريا عليه السلام لم يكن خائفا على ماله ولا على دنياه وإنما زكريا نظر في بني إسرائيل نظر في بني إسرائيل فوجد أن الفساد قد انتشر فيهم ولم ير فيهم من يصلح لميراث النبوة فخاف إن مات زكريا أن تنقطع النبوة من بني إسرائيل وأن يعمهم الفساد فيسحتهم الله بعذاب من عنده والأنبياء عليهم السلام ناصحون لأممهم في حياتهم وبعد مماتهم الأنبياء عليهم السلام ناصحون لأممهم في حياتهم وبعد مماتهم فزكريا لا ولد له ونظر في بني إسرائيل فرأى الفساد قد انتشر فيهم وخاف إن مات إن قطعت النبوة أن يعم الفساد الناس فيسحتهم الله بعذاب من عنده فدعا ربه قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ويعقوب هو إسرائيل عليه السلام واجعله رب رضيه وفي قول زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك فهب لي من لدنك أي من عندك يا رب ارزقني الولد بفضلك وكرمك لأن أسباب الإنجاب بالنسبة لي انقطعت وبالنسبة لزوجي كذلك فأنا شيخ كبير وهنا العظ مني واشتعل الرأس شيبة ومرأتي وهي في شبابها كانت عاقرة كانت عاقرة فأنا أسألك الولد من عندك فأنت على كل شيء قدير وزكريا عليه السلام بهذا يعلمنا ألا نقنط من رحمة الله وألا نيأس من روح الله فإذا كانت لك حاجة وانقطعت بك السبل انقطعت بك السبل وأغلقت دونك الأبواب ولم تجد سببا يوصلك إلى هذه الحاجة فلا تترك الدعاء ولا تترك السؤال فإن ربك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هو الذي جعل لكل شيء سببا وهو الذي يرتب المسببات على الأسباب وهو الذي يمنع الأسباب من أن تترتب عليها مسبباتها فلا يلزم من وجود السبب وجود المسبب فالله سبحانه وتعالى قادر على منع المسبب مع وجود السبب ألم يجمع الكفر الفجر قوم إبراهيم الحطب ويوقد النار ويكتف إبراهيم ويلقوه فيها ومن شأن النار أنها مادة حارقة فألقوه في الجحيم لكن الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه لا بل بل ولم يؤذه دخانها حتى الدخان ما أثرش في إبراهيم عليه السلام إذن السبب وجد سبب الحرق وجد لكن الذي يقول للشيكون فيكون منع النار أن تمس إبراهيم إذن قد يوجد السبب ولا يضطرت عن المسبب لأن الله لم يشأ فإذا شاء أوجد المسبب وإن لم يوجد سببه فزكريا يقول فهب لي من لدنك من عندك رب لأننا بالنسبة لي الأسباب التي جعلتها للإنجاب مفقودة عندي أنا شيخ كبير ومراتي عجوز عقيم ولم تجل عادة أني مثلينا ينجباني فهب لي من لدنك وليا في هذا تذكير كما قلت لكل ذي حاجة إن انقطعت بالأسباب ولم يجل لا سبب أن لا ييأس ويسأل الله من فضله فالله على كل شيء قدير وأضرب مثالا لو أن رجلا ابتلي بمرض فذهب إلى الأطباء فيأس من الشفاء وصرحوا له بأنه لا أمل في الشفاء وما عليه إلا أن يعيش الأيام المعددة المقدرة له أقول لا يجوز لهذا المريض وإن صرحه الأطباء بإني خلاص ما في فايدة لا يقول لا يترك الدعاء والسؤال فالله على كل شيء قدير قد يشفيه الله تبارك وتعالى والله تعالى أخبرنا عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب لبث في البلاء لبث في المرض 18 سنة وشهر فلا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمة الله إن وجرت الأسباب خذوا بها وإن عدمت الأسباب فلا تتركوا الدعاء كما فعل زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني أي في النبوة يقوم مقام ما قام الأنبياء في بني إسرائيل ويرث من آل عقوب فهذا الميراث هو كما قال الله تعالى وورث سليمان داود أي ورثه في النبوة قام ما قاموا في النبوة والنبوة لا تورث النبي لا يورث النبوة لمن بعده ممن شاء لا لكن كل من جاء بعد غيره فهو وريثه لأنه قام ما قامه فالنبوة فضل الله يؤتيه من يشاء والله يختص برحمة من يشاء ولكن أراد أن يقوم مقامي يقوم بعدي بما قمت به من الدعوة إلى الله والأب المعروف وأنه منكر فكانه وريثه في هذا المقام ثم قال واجعله ربي رضيا واجعله ربي اجعل ربي هذا الولد الذي ترزقنيه اجعله رضيا اجعله مرضيا عنه عندك ترضى عنه ويرضى عنك ويرضى عنه الناس ويرضى هو عن الناس اجعله ربي رضيا ترضى عنه ويرضى عنك ويرضى عنه الناس ويرضى هو عن الناس وهذا منتهى السعادة منتهى السعادة أن يكون الله راضياً عن عبده وأن يكون العبد راضياً عن ربه وأن يكون الإنسان راضياً عن الناس وأن يكون الناس راضين عن هذا الإنسان منتهى السعادة وفي هذا أيضاً واجعله رب رضي كما قال في سورة العمران رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال علماء يجب على الرجال والنساء أن لا يحرصوا على الذرية من أجل فطرة الأبو والأمومة يعني الرجل لما يتزوج والمرأة لما يتزوج لا يكونني حريصين على الإنجاب فقط على شنب الرجل أب والمرأة أم لا إذا تزوج الرجل والمرأة فعليهما أن يحرص على الذرية أن تكون ذرية طيبة صالحة تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا فالله تعالى حكى عن إبراهيم الخليل عليه السلام وقال رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين وزكري يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ويقول واجعله رب رضية وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين بقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فلا يكن همك أيها الرجل أن تكون أبا ولا يكن همك أيها المرأة أن تكون أما لا لابد أن تكون لنا نية في الزواج ونية في الزرية والإنجاب نبتغي بهذا الإنجاب ذرية طيبة صالحة تعبد الله عز وجل فيأتينا من عملها الصالح مثل أجورهم يأتي الآباء والأمهات من صالح عمل أبنائهم مثل أجورهم لأنهم كانوا سببا في هذه الزرية فكل عمل صالح يعمله الولد فلأبويهم للأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء وهكذا دعا زكريا ربه إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا يريثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي ما انفرغ من الدعاء حتى كانت البشارة يا زكريا إن نبشرك يا زكريا إن نبشرك من الذي نادى زكريا وبشره قال الله تعالى في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائك فالمنادي هو الملائك ومش كل الملائك وإنما المراد جبريل عليه السلام يا زكريا إن نبشرك بغلام إن نبشرك بغلام يب الله تعالى استجاب دعائك وسيعطيك ما سألت غلاما ذكرا اسمه يحيا اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية فأول مولود سمي يحيا هو يحيا ابن زكريا عليه السلام لم نجعل له من قبل سمية قال العلماء إنما سم الله تعالى ابن زكريا يحيا لأن الله أحيا قلبه بالإيمان لأن الله أحيا قلبه بالإيمان كما قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أي أحيناه بالإيمان وقيل لأنه يحيا حياة طيبة حياة سعيدة حياة مطمئنة وهذا منتهى البشارة والطماننة لزكريا عليه السلام أن يطمئن أن غلامه هذا سيكبر ويحيا ويحيا حياة طيبة لم نجعل له من قبل سمية وكانت المفاجأة مذهلة لزكريا فرح يسأل ربه كيف سيكون له ولد قال رب أن يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبرعتية يا رب أنا شيخ كبير وامرأتي عدود عقيم لم تجل عادة أن ينجب مثلنا فمن أين يا رب سيكونني الولد يا ترى حترجعني الشاب مرة تانية وحترجع العجوز فتاة قوية تانية مرة تانية ولأنا سأتزوج غيرها ولأي يا رب ولم يكن هذا شكا من زكريا حاشاه عليه السلام في قدرة الله لكن هذا من باب قول الخليل إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فزكريا يعرف أن ما جرت العادة أن مثله ينجب فلما دع ربه والبشارة عجلت ما إن فرغ من الدعاء حتى بشر يا زكريا إن نبشرك قال رب أن يكونني غلام إزاي يا رب ما هي الأسباب وما هي الوسيلة والطريقة اللي حيتين بها الولد قال رب أن يكونني غلام وكانت امرأتي في صباها وشبابها عاقرة وأنا شيخ كبير هارم عجوز قال كذلك قال الملك له كذلك الحال كما قلت وكما وصفت صحيح أنت شيخ كبير وامراتك عجوز عقيم الحال كما ذكرت قال كذلك ولكن قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين سهل جدا إن ربنا يعطيك ويخلق تخلف وانت شيخ كبير وامراتك عجوز عقيم سهل جدا جدا قال ربك هو علي هين والدليل على هوان هذا الأمر على الله ويسري عليه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا منت زكريا كنت نسيا منسيا في يوم الأيام لم تكن شيئا مذكورا والله أخرجك من العدم للوجود ووهبك الحياة بعد الموت فليس عسيرا على ربك أن يجعلك تنجب من أمراتك العجوز العقيم قال كذلك الحال كما وصفت نعم ولكن قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فأراد زكريا عليه السلام أن يستعجل التثبت من الحمل قال رب جعل لي آية يا رب أعطيني كده علامة أعرب بها ثبوت الحمل لأن في ذلك الزمان بل إلى عهد قريب ما كانت النساء يعرفنا أنه نحملنا إلا بعد فترة في هذا الزمان وفي هذا العصر الآن المعامل والتحليل المرأة ساعتما تأخر عنها دورة أسبوع أو أسبوعين تحلل أن تحامل ما كانش هذا قبل سنين قال رب جعل لي آية تدلني على استقرار الحمل وثباته قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام يبقى في آل عمران ثلاثة أيام وفي مريم ثلاثة ليال يبقى العلامة على إن امراتك حملت إن لسانك حيتحاش عن كلام الناس ثلاثة أيام بلياليها فلما تكلم الناس ما تعرفش لكن لسانك سوي سليم ما فيش علة في لسانك وعشان كده لما تصلي تقرأ وتسبح وتحمد وتذكر الله لكن العلامة على ثوة الحمل إن أنت لما تكلم الناس يتحاش لسانك فخرج على قومهم من المحرام فجيه تكلم حبس لسانه فأوحى إليهم أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وتم الحم وتم الوضع وشب يحيى عن الطوق فناداه الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتينه الحكم صبيا وخنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بولديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال بعض السلف هذه الأيام الثلاثة أصعب الأيام على الإنسان يوم الميلاد حين يخرج من بطن أم إلى الدنيا ويوم الموت حين يخرج من الدنيا إلى الآخرة ويوم البعث حين يخرج من قبره إلى أرض المحشر هذه الأيام الثلاثة أصعب الأيام على الإنسان فسلم الله يحيى من أهوالها كلها سلمه عند ولدته وسلمه عند موته وسلمه يوم بعثه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا رب جعني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله أستوداكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله دستور وقرآن به نور الله إذا يتلى يذكرنا أسكار كيفي شوف اسم يعني الثقة